أنقرة إذن تطلب من برلمانيها تمديد مهمة القوات التركية في ليبيا 18 شهرا أخرى بداية أن يتزامن هذا الطلب مع تسارع وثيرة البحث عن حلول سياسية في البلاد برعاية الأمم المتخدة وبمناخ دولي جديد يبدو وكأنه تشكل كيف يفصل ذلك؟ طبعا بعد التحية الطيبة لك يا الضيف الكريم أظن أن الأمور متعلقة في عدة أمور أول نقول عدة مسارات المسار الأول هو المسار الداخلي التركي أي أن وفق القانون التركي إذا كانت هناك انتهاء لمدة معينة للتواجد العسكري خارج الحدود التركية أو المستشارية أي المستشارين لابد أن يكون هناك تجديد لهذا التواجد نقطة ثانية هو المسار ربما التركي الليبي وهو حتى الآن المسار أي لم تبتضح بعد أو لم يصل إلى الحل النهائي في المسألة الليبي بعدها لأنه سيتكون هناك كثير من التغييرات حسب ما أتوقع النقطة الثالثة المسار الثالث الغير مباشر ربما كما تفضلت التواجد التركي هناك هل سيصبح في المصلحة الجيوستراتيجية والمصلحة العلية القومية التركية في شرق المتوسط طبعا بالتزامن مع المصلحة الليبية الحكومة القائمة التي هناك خلاف بينهما لنقول وبين الاتحار الأرمي في بعض المسائل أظن أن كل هذه الأمور مرتبطة فيما بينها لكن الشرط الأول يجب أن يكون هناك وفق القانون التركي التواجد العسكري خارج الحدود عند انتهاء مدته الأولى لابد من التجديد في المهلة الثانية لكن هذه النقطة سمعناها كثيرا هذا اليوم سيد فراس بأنه حين تأتي أو تقترب مهمة القوات الخارجية التركية في الخارج من النهاية لابد من تجديدها يدور الحديث عن الأمر وكأنه أمر طبيعي أن تكون هذه القوات في بلد آخر في ليبيا وحال وصلت هذه المهمة لنهايتها أن يتم تجديدها تلقائيا ليس شرطا وفق المذكرة التي ترسل مثلا من قبل الرئاسة إلى البرلمان في هذه القضية لكن سأكون صريحا معك الأغلبية هنا حتى الأحزاب المعارضة تعتبر الاتفاق التركي الليبي انتصارا لتركيا في كثير من النفوذ الستراتيجي والجيوستراتيجي مقابل النفوذ الفرنسي ربما الإيطالي ربما أيضا في تلك المنطقة وهذا أظن هو لب الاتفاق بين الاتلاف المعارض والاتلاف الحكومي في هذا الصياق لكن لا يمكن أن يكون هناك أي شخص من هذه الفئة الاستشارية العسكرية أو العسكرية خارج الحدود دون المذكرة من البرلمان وفق القانون لكن هل هذا الأمر أي 18 شهرا هل ستستمر بطولها أو أكثر أو أقل أظن هذا مرتبط وفق الاتفاقيات التي ستحصل بين الفريقين الليبيين طبعا برعاية الأمم المتحدة والأطراف الإقليمية الداعمة للطرفين